ولهذا ينبغي أن يدريك الإنسان أنه ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال ولهذا دعوة الإيمان المجردة عن صالح الأعمال هي دعوة يكذبها الحال فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يكمل إيمانه بالتزام أمر الله ورسوله وليحذر أولئك الذين يزينون له أن الإيمان في القلب ولا يضر ما يكون في العمل من تخلف ومخالفة بل إنه يضر ولذلك نفى الإيمان صلى الله عليه وسلم عن من أخل بما يجب عليه من الحقوق من ذلك قوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يمن جاره بوائقة وفي الحديث هنا يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت